انا فاكر قلتلكم من يوم 20 يناير 20 يناير قلتلكم ابلغني مسؤول كبير في الدولة بان هناك عوائد دولارية لن تقل عن 22 مليار دولار خلال اشهر قليلة قلت هذا الخبر هنا في هذا المكان قلت ان فيه لا يقل عن 22 مليار دولار داخلين قلت لا قرض ولا منحة طبعا ان قلت هذا الكلام واصابني ما اصابني من هستيريا وهوس لهؤلاء انت كذاب انت بتطبل انت بتتحك عن الناس انت بتخدر الناس انت بتقول ايه كلام تريأة من طوب الارض من اللي يسوى ومن اللي ما يسواش من ابو قرش ومن ابو قرشين من اللي فاهمين ومن اللي مش فاهمين من الحمقى ومن الموتورين من الحاقدين ومن الكارهين من الجاهلين ومن العالمين كله هاجم ازاي ازاي ويطلع ناس للأسف يعني زميلنا يطلعوا لك ازاي من اين مين هيدفع مين هيدفع عشرين مليار يا جماعة ما تخدروش الناس تحكوش علينا عارفين طبعا القصص دي كلها تبعتوها تبعتوا هذا الكلام يا جماعة احنا يعني الحمد لله انا قلت هنا في هذا المكان من سنين فاتت قلت لن اقول الا الحقيقة وانا قلت كده بوضوح شريط لو قلت مصدر ولقولت مصدر مجهل ولقولت مسؤول كبير في الدول ابلغني ان هناك استثمارات عوائد دولارية لنتقل قيمتها عن اتنين وعشرين مليار دولار وتشتمت وتهنت وتسبت وتلعنت انا واللي خلفوني علشان خاطر هذا الامر افكركم انا عوني شغل يبقى هناك انفراجة قريبة وقريبة جدا وستنتهي بهذه الانفراجة ازمة الدولار وازمة انفلات سعر صرف الدولار بين السوق السوداء وسعر البنك قريب جدا وبقول سيتم ضخ عشرين مليار دولار خلال اسابيع قليلة في البنك المركزي ومن ثم ستنتهي هذه الفوضى العاربة وسينتهي هذا الهاجس الذي يؤرق المصريين خلال اسابيع وليس شهور واكد مجددا خلال اسابيع قليلة وليس شهور سيتضمن استثمار اجنبي مباشر يدخل للدولة المصرية في ظرف شهرين باجمالي خمسة وثلاثين مليار دولار حيقسموا حيقسموا على دفعتين الدفعة الاولى خلال اسبوع باجمالي خمستاشر مليار دولار والدفعة التانية بعد شهرين من الدفعة الاولى باجمالي عشرين مليار دولار